تمكن مؤشر MSCI للأسهم العالمية من استرداد أكثر من نصف الخسائر التي تكبدها بين شهري شباط وأذار الماضيين وبالتأكيد فإن الاستجابة الأسرع من البنوك المركزية وخاصة السياسيين مقارنة بالأحداث التي وقعت في عامي 2008 و2009 قد تم تقديرها من جانب المستثمرين ومجددا اعتبر المستثمرون كتاب قواعد العامين المذكورين أعلى المتمثل في مخصصات السيولة القوية كخطوة من جانب البنوك المركزية لدفع المستثمرين نحو أسواق الأسهم وحتى الآن الأمور جيدة للغاية ويبدو أن المؤثرات في أسواق الأسهم تتمثل في النظر إلى احتمالية ارتفاع آخر في أسعار الأصول المالية مدعوما من بنك الاحتياطي الفيدرالي مع معدل ضائل خال من المخاطر والاستعداد لتجاوز التباطئ الاقتصادي للعام الحالي انتظارا للتعافي في العام المقبل وكمرجع يضع المستثمرون حاليا تسعيرا خفاضا بنحو 20% في أرباح الشركات المدرجة بمؤشر ستاندرد أنت فورز 500 خلال العام يطبعه تعافيا بنحو 25% في العام المقبل لكن يكمن مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لخبراء المجموعة الهولندية في أن الإجماع على أن واتيرة الهبوط ستكون 20% في أرباح الشركات الأمريكية متفائلة للغاية وبالمثل تشير ضعفة شفافية بالنسبة لأرباح الشركات حيث تعاني حتى أمازون وأبل بشأن إعلان توقعات إلى أن المستثمرين سيحتاجون إلى بعض التعويضات القوية للاحتفاظ بالأسهم وفي الأوقات التي تشوبها حالة من عدم اليقين مثل الفترة الحالية قد تكون هناك حاجة لتوقعات أرباح أعلى أو تقييمات أقل كي تظل داعمة لأسواق الأسهم